مشاكل في الرؤية يبقى فيه مست او فوج او عدم وضوح رؤية يبقى اربع مشاكل رئيسية او عدم وروح الرؤية اربعة المنت الرئيسية التي تحقص نتيجة تلوث الهواء بالاضافة الى حاجة مهمة قوي انه بيعمل مشكلة في الازون لير او الازون لير ايه او عدم وضوح الرؤية انا الصورة اللي عندي فوق دي شايف الجبال واضحة الصورة اللي تحتها لما يكون فيه هيزي دي مليان فوج او سموك او مست او غيره حاجة لان الرؤية سيئة ممكن تسوق اكتر كمان من كده الكاهرة يعني لو حضرتك بصيت عليها من ضوء من حت عليها هتلاقي الجو سيئ باين فيه التلوث التلوث ده بيجي من ايه؟ بيجي من تلف حاجات رؤيسية واحد بي ام لفظ بي ام اللي موجود هنا ده يعني ايه بي ام؟ يعني ايه جزيمات علقة في الهواء بي ام يعني جزيمات علقة في الهواء وممكن يكون عندي نوكس وسوكس ايه بقى النوكس وسوكس السوكس اللي هو اس او اكس سيلفر مونوكسايد او سيلفر دايوكسايد بنسميه اختصارا اس او اكس بدل ما دي الاكس دي واحد واتنين وتلاتة وكده اقول نوكس متأسف سوكس سوكس الاكس او نوكس بقى الي هو نفس الكلام نييتروجر مونوكسايد او دايوبسايد يبقى ANOX و Volksum وفي او سيز والفي او سيز عبارة عن ايه؟ بوركايك اوريجي او قمبلن يبقى el proc عبارة عن الوركايك او قمبلن اللي هي انت بتشمها في محطة البنزين لو انت كنت يتم Hawaifen بنزين او لو قفت المحطة هتشم من احيط بنزين بيسمي ده الريحة دي والغاز الميسان دي العناصر اللي لو قاتل الجو تخلي الرؤية سيئة يبقى ايه هي تاني هي البي ام اكتب لو صرحت معايا ونحن هتبقى مكتوبة دلوقتي حالا الجسيمات العليقة في الهواء او السوكس السلبر عائلة السلبر والنيترون والنوكس اللي هو عائلة النيتروجين ن او اكس ن او وان تو سري وكذا البي او سيز بوركاريك اورجانيك كومبوننت اللي هي عبارة عن الريحة اللي احنا بتشمها في محطات البنزين والم اتش سري هي عبارة عن الميسان هذه العناصر اللي بتسوى وبتخلي الرؤية تكون سيئة لو بصينا على السايكل اللي بتتم بقى بالزبط وبشكل كويس وكله تمام انا عندي المصانع بتطلع غازات عربيات النقل بتطلع غازات عندي المصانع بتاعت متأسف المحطات توليد الكهرباء بتطلع غازات كل دي بلاوي انا بجيب الغازات دي من احتراق البترول او الغاز الطبيعي او اعماليات الاحتراق الاخرى اللي هتكلم عليها بعد شوق الغازات دي باش مهندسين بتطلع على الهواء الجوي الشمس تضرب فيها تقوم الغازات دي فيها نوكس وسوكس اخونا النيترون مونوكسايد او دايوكسايد عائلة النيتروجين والسوكس اللي هو عائلة السيلبر الاتنين دون يتفعلوا معه الهواء الجوي اللي مليان بخار مية اللي هو مية يعني يتفعلوا مع بعض ويكونوا بعض الاحماط اللي تبقى موجودة من بخار المية نفيجة كيميكار اكشن بيتم لما يبقى ده المية بخار المية ده في احماط وينزل على الارض حيبقى ينشرب المية يا الحيوانات تشربها يا الزرع يشربها وكل ده هيرجع تاني للانسان ويؤثر علينا فيبقى الاسرين حاجة مهمة في هذا الاطار طيب الازولير او البيوتو كيميكال سموك ادي منظر يوريني البيوتو كيميكال سموك اللي طالع من مصانع وغيره بيخلي الرؤية مش واضحة وبيخلي تأثير بقى الرؤية دي حاجة بسيطة انما ليه تأثير على الهانج فاكشن تأثير على الرئة وعلى الكبد وعلى حاجات اخرى ويؤثر على الزرع يخليه يبقى غير مفيد ويؤدي الى عدم وضوح الرؤية طيب عندنا بقى نفسي مهمة اوي 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 هو جرين هاوس افكت يعني ايه جرين هاوس افكت يعني التأثير الحرارة اللي بترتفع في الكرة الارضية طيب قبل ما نقول بقى نتكلم يعني ايه جرين هاوس افكت طيب انا لو عندي زرع بحطه تحت صوبة زراعية ايه مثل الصوبة ان انا بحفظ الحرارة الدنيا تبقى برة تلك وضوح الصوبة الحرارة موجودة اقدر اتحكم بالحرارة والرطوبة وكل المتلونشكة الكونديشن عشان كده اطلع خيار في اي وقت انا عايزه في السنة اوطى ايه وطيب فبالتالي انا حافظ حافظ البلانت بتاعي في كونديشن غير عدد طيب لما انا بطلع غازات من الكرة الارضية نتيجة ان انا بحرق في اليوم ما يقرب من مئتين وثلاثين مليون برميل بترول شوف الرقم انا بكلم على عالم مئتين وثلاثين مليون برميل يحتركوا وطلعوا الغازات البلوية دي كلها تطلع في الهواء الجوي تعمل سحابة حوالين الكرة الارضية تقوم تروح عاملة كأنها بيت محمي في الشمس لما تدخل وتطلع ترفع الحرارة ما تتحقش تعمل لها واتطلع الحرارة تاني باك في الاسبيس فيبقى رفعت درجة حرارة الكرة الارضية عملت تأثير خطير وده بنسميه الجرين هاوس افكت او تأثير بداع الغازات اللي انا بحرقها خد بالك انا بتكلم على كل يوم الحمد لله كهرابا جت وبالتالي ما عندناش مشكلة وبالتالي احسن حاجة احط عشان الكمبيوتر عشان اضمن اخلص من هنا الكمبيوتر طيب انا بس انا بقى احسن هحط الكهربا اخي الشاحن عشان الكمبيوتر ايه بيبقى البطارية بتاعتي ما تقفش تمام كده بنشهد كده معندلاش مشكلة والحمد لله كده المشكلة كمان الكمبيوتر ايه بقى نوره اقوى يبقى ده جريين هاوس افكت طيب لو ناخد السيكل بتاعت التلويس كاملة بقى اجزامبل كامل اللي يحدث ايه فعليه حضرتك اللي عندي مصانع هتطلع غازات محطي طاب بنزين هتطلع بي او سي اللي بركانيك اوركانيك كوبونت عربيات مشيها هتطلع عادم كل ده يطلع للهواء الجوي يتفاعل مع البخار بتاع الميا من ايه من امطار من امطار يعني ايه يعني مخار الميا اللي في الهواء الجوي ده ينزل على اسيوبيا يعملين لها النيل اما ينزل المطرة دي الشجر حيشرب من المطرة والحيوانات اللي حلنا كلها هتشرب من المطرة واحنا هنشرب من مية النيل مع نقول الوقت ده يتراكم على جزء على الانسان ويعمل مشاكل خطيرة تؤدي الى الكنسر للاطفال الموجودين حديثا يعني باتكلم على الالبونيوشن بيت بروبلم طيب هو الهواء هيتلوس من ايه الهواء هيتلوس من السورس بتاعت ايه يا ايه عندي نوعين يعني نوع ستشنري ثابت في مكانه زي المصانع والرزيدنشل هي اللي بقى نطر السكنية بتطلع تلوس اه في اوروبا لما بنيجي اندفي في الشتاء هيطلع تلوس وبعد الموبايل سورس زي العربية اللي ماشية بقى في الشارع وبيتنتقل من مكان لاخر وعلى كذا طيب اقدر اقسم الاميشل طيب الى مانميد وناتشورل طبيعية وصناعية الصناعية اللي احنا بتتكلم عليها اللي احنا عاملينها والطبيعية اللي هي البرق والرعد والنطر والحاجات الطبيعية اللي احنا مش بنناش نخل فيها الطبيعية طبعا لها تأثير لكن احنا ما بنقدرش عليها لكن انا اقدر اعالج المنميد اللي هي استيشنر ريسورس يا اما موبايل سورس يا اما بعضة زي بتاعت الكهرباء ده هي استيشنر ريسورس والعربية وهي ماشية ده اجزامبل للموبايل سورس طبعا الموبايل سورس يبدالك تحتها الطيران بكل انواع طيب احنا اوكي في عندي كمان برايمري بي بليوتانت وسكن بلي بليوتانت يعني ايه لما هو طلع الغازات ده البرايمري لما هو تتفاعل مع الهواء الجو يطلع احباط ده سكن بلي بليوتانت يبدأ ايه يأثر عندي يبقى البرايمري بليوتانت طلع اميديا من الصورس السكندري بليوتانت بتتكون في الهواء الجوي نتيجة الشمس مع المية مع الغازات يتفاعله يعمل ويولد لي البلاوي اللي احنا نتكلم عليها طيب احنا عمليين نقول تلوث 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 اه هي الملوسات الرئيسية يعني ايه يعني انا لو كلمت عن الغازات اللي بتلوث هلاقي عندي عشرين غاز مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة طيب احنا هناخد انهي فيهم هنتكلم على امريكا السورس سب اربنيوشن اكورن اليو اس كريتيريا سبعة دولا للأساس اللي هما اهم حاجة بتؤدي للتلوث اللي هما ايه بقى واحد البي ام بارتكوليت مثل جسيمات عالقة في الهواء البي ام الجسيمات العالقة في الهواء هي الاتربة العالقة في الهواء ادي مثال لما بيحصل عندنا يوم عصفة ترابية انا انا مش شايف انعمار اللي جن نتيجة جسيمات من التراب عالقة في الهواء يبقى البي ام بارتكوليت مطر دا بيطلع منين بقى من القصة بتاعتنا بيطلع من الديزيل انجن بيطلع من الرياح لما تهب وتعمل دست واحدة مناطق الصحراوية تاخد الطراب ترمون على المدينة بيطلع من عمليات التنقيب عن المعادل بيطلع من على طرق الغير ممهدة طريق ترابي هيطلع لبي ام طبعا يبقى البي ام بارتكوليت مطر داني من الواحد احنا قلنا سبعة وبعدين سي او اول اكسيد الكربون الغاز السام الخالق اللي بيحترق بيطلع جزء منه من العمليات المختلفة اللي هي العربية وهي بتحرح بنزين وممكن تطلع للي سي او والجازولين لما بيحترق بيطلع للي نسبة صغيرة بالسي او النسبة الصغيرة دي في عدد ملايين تصبح كبيرا يبقى ثانيا بيطا وريطا يبقى هاتي يبقى اول واحد البي ام تانية واحد البي ام ثالث واحد اخواتنا النوص والسوكس نوو اكس والسو اكس النوكس اللي هو نايترون اوكسيد والنايترون مونوكسيد السوكس السيلبر منوكسيد والسيلبر دايوكسيد تibilبل بيطلعون العربيات وهي باتهم من من عمليات ل insectار المفتوح. هتكلم عن المصادر بشكل تاني. لكن ارجع تاني للسبعة. البي ام. واو الاكسيد الكربون سي او. والنوكس والسوكس. والرصاص. والرصاص ده بيجيب سرطان لو زاد تثبته في الجو. اللي هو البيبي. الليد. وبعدين اتكلم عن الميسان ان اتش سري. وهتكلم عن الازون الاو سري. يبقى السبع مرة تانية. بي ام. و سي او. ونوكس وسوكس. ورصاص. وميسان. وازون. الازون اللي هو او سري. ده بيطلع من العربيات. وبيطلع من كل العمليات في الحرق. والميسان بيطلع بدرجة عالية قوي من مصانع الاسمدل. والفاير المفتوح. اللي هو اللي هاي يحرقوا ااااااا الزمالة. مسلا. يبقى دول السبعة المهمين اللي احنا ندرسهم. طيب. ااااااااااوا دول السبعة المهمين اللي احنا ندرسهم. ارجع اتكلم على واحد واحد. اللي احنا كلنا قلنا السبعة. الفاي ام. والسي او. والنوكس وسوكس. والميسان وازون. طيب. اتكلم على الفايование برك 작은 مطقة. الجسيمات العالقة في الهواء. عندي اثنين فيهم في المنت善 بي ام اتنين ونص وبي ام عشرة اقول الاول العشرة بي ام تين البي ام تين ده جسيمات علقة في الهواء حجمها عشرة مايكرون اللي اما اقولك بي ام تين اللي حجمها عشرة دي هي اللي بتسوق الرؤية قوي لو زاد وزنها عن كده هتقع على الارض بعملول الوقت ومش تعمل تأثير البي ام تين هو اللي بيقصر في الرؤية بشكل كبير طيب بي ام اتنين ونص بي ام اتنين ونص ده حاجة مهمة قوي لانه هو بيبقى ده بيدخل عن الرئة على طول السعيرات اللي في المناخير ما بتوقفوش بعد طيب يبقى البي ام عندي اتنين فيه مهمين قوي بي ام اتنين وبي ام اتنين ونص ده بيدخل عن الرئة والتاني بيخلي رؤية سيئة اللي هما مكتوبين هنا اهما بي ام اتنين ونص بارتكوليت مطر حجمها اتنين ونص ميكرون اتمنى تكونوا شايفينها كويس وبي ام عشرة اللي هو بيبقى جسيمات علي قبل هواء حجمها عشرة ميكرون دول اختر اتنين طيب عندنا نفس تاني اه عندنا اتوت تي اس بي توتال ساسبندت بارتكوليت يعني انت لو جبت طبق ورعت وزنه وبعدين سبته اسبوع في مكان ووزنته بعد اسبوع هجد الوزن زاد الزيادة دي الاتربة اللي رسي تاعد طبق ده في خلال الاسبوع اللي هي لو وزنها انا هبالغ بزنها 500 جرام يبقى 500 جرام على السبعة ايام على اليوم 24 ساعة يبقى اقدر اجيب كل ساعة تراب بييجي على الطبق قدي انا بقول طبق وا وا عشان اقرب لك التوتال ساسبندت بارتكوليت او تي اس بي اللي هي احنا بنحتاج يبقى عندي في البي ام تلات الفاظ بي ام اتنين ونصر بي ام عشرة تي اس بي توتال ساسبندت بارتكوليت طيب وبعدين وبعدين البي ام السايز بتاعه بيؤثر على الرؤية زي ما اتفقنا في شكل كبير وده بيجي من نصادر حرق كتيرة كل الميكانيكال اكشن بتطلع البي ام يعني في عمليات الانتاج الجريندين اوباريشن والترنين وغيره بيطلع هذا الكلام طيب اوكي ده البي ام السورسز جداعتنا مكتوبة هنا بوضوح اندرسترالي بروسس اندرسترالي كوميرشال ريزدينشال فيوال كونسومشن ويند بلو بيسترين داستر فلو بيكل اندرافك اون رودز اوبين بيرنينج اللي كنت بقول عليها الحرق المفتوح اللي بيتامي في المناطق الزراعية والنتشرال سورسز اللي هي البلتينو اللي هي البراكين طبعا بتطلع بس يعني ما نقدرش تحكم فيها بشكل كبير طيب العربية طلع اي الحرق المفتوح حرق مفتوح ده عندنا في مصر كتير في بعض الاحيان محطات الكهربا كل دي مصادر تطلع هذا الكلام طيب تاني نوع من السبعة كان اول اكسيدي كربوني اللي احنا بنتكلم على السبعة للتفصيل كان اول حاجة البي ام تاني حاجة سي او واول اكسيدي كربوني اللي بيطلع من عمليات الحرق وتأثيره على الصحة سيء جدا ده طبعا بيمنع الاكسوجين وممكن يبقى سام لو كمية كبيرة تعربت لها ويقبلي الى الموت يعني همتكلم على حاجة بالو طيب اه بعد كده بتاع العناصر دي هيؤثر على الانسان بشكل كبير ويؤثر على الصحة بشكل كبير ويجبن لنا مشاكل سيئة للغاية البي او سيز اللي انا قلتها مرة وهقولها تاني بوركانيك اورجانيك كومبوننت اي البي او سيز دي حاجة مهمة اوي بوركانيك بوركانيك اورجانيك كومبوننت اللي هي اختصرها بي او سي دي بقى جاية قاري محطة بنزيل لو انت وقفت هنا هتشم البي او سيز زي فل بعمرول الوقت تجيب بلاوي كتير اوي سرطان وغيره احنا بتكلم على مصادر التلاوث في الهواء الجوي قادي واحدة منهم وقادي البي اورجانيك كومبوننت اللي تعمل لنا مشاكل كبيرة اوي في الصحة طبعا محطة البنزيل مش جنب المحطة بالزبط ده في المنطقة اللي حواليها كلها عشان كده المفروض لما نشغل واحد ما نقعدوش حقا من سنتين ثلاثة في المكان وبعدين دول العناصر الاساسية يبقى جرينهاوس جازز اللي بتقاعمل جرينهاوس افكت اللي كلمنا عليه من شوية هي بقى ايه السي او تو ساني اوكسيلي الكربوني الاساس والميسان وغيروها والنوكس والسوكس دول العناصر اللي بتأثر بشكل كبير على الجرينهاوس افكت طيب يسيلي الجرينهاوس دي ايه مشكلتها لما نيجي نتكلم على كرايمة شنش بعد المتر هنتكلم بالتفصيل لكن الجرينهاوس جازز كمان لما الارض بتعتفز بحرارتها وترتفع نقول ببساطة انها بتسيح المية اللي في قطل الشبالي والجنوبي بترفع مستوى سطح البحر لو رفعته لي متر متر ونص عدت مدن هتغرق تغرق وتختفي تحت المية احنا بتتكلم على كارثة طيب هي ممكن توصل لكده اه ممكن توصل لكده البروجيكشن او البروجيكشن او التوقع ان احنا بنزيد تلات درجات كل مئة سنة الكرة الارضية بتزيد تلات درجات كل مئة سنة ده رقم كبير جدا يعني في 200-300 سنة تسع درجات يعني هغرق نص الكرة الارضية وهتكلم بالتفصيل عن نوع دي لما اتكلم على طيب يبقى جرين هاوس جازز اللي بتطلع حاجة مؤثرة طيب هو مين اللي بيطلع على جرين هاوس جازز يعني لو انا قلت دولة حجم انتكه العالمي 1% هتطلع قد ايه تلوص هتطلع ماكسيمال 1% طيب انا عند الصين بتطلع 25-24% من انتاج العالمي امريكا 23% من انتاج العالم الدول الاتحادي الاوروبي 23% والباقي كل دول العالم بتطلع 20% يبقى انا لو قلت العالم بيطلع دي احصائية دي ما شوية سلب 2000 بيطلع 23 مليون مطن 23 مليون مطن مصر بتطلع 138000 رقم صغير فلو قرنت هاجد ان الدول الصناعية هي اللي بتطلع الاجازات الكتيرة وهي اللي احنا بنحتاج ان احنا اصلي انا بقول الكلام ده ليه عشان اعالج المشكلة دي دي بتكلم على مليارات الدولارات في اللي يدفع انا اللي بلوث واحد في المية ولا دولة اخرى اللي بتعمل 24 و 25 في المية من التلوث العالمي اليابان بتنتج كام من حجم العالمي ايه المانيا بتنتج كام ايه الصين وامريكا وامريكا لوحدهم تقريبا تقريبا نص انتاج العالم هم اللي يدفعوا بشان انبعاث الثاني من سيدي الكربون في مصر كميات صغيرة قوي للعالم وبالتالي ولا يلا طيب احنا دا الاساس احنا حيزين نعمل بقى يعني احنا عرفنا الملوسات طب احنا عندنا كام واحنا نقدر نتحسن ولا لا عندنا كام عندنا في مصر حوالي مية وعشرين محطة خياس اير كواليتي حوالي الجمهورية يعني في الطاهرة وفي اسكندرية في شرب الشيخ كل بنقس اربعة وشرين ساعة في اليوم كل ساعة بنقس كل دقيقة ترتبية خمسة وستين يوم في السمن فانا عندي داتة حقيقية عن نصر اتعامل الموضل ده علشان احسن الهوان احسنه ازاي ادي الشكل بتاع الموضل بتقول ايه اول حاجة احط الهدف بتاعتي ايه يعني انا است ولقيت الرصاص في منطقة شبرة الخيمة خمسين بارت بالمليون والعالمي اتنين بارت بالمليون ده انا فرق كبير اوي فا اقول الاول انا عايز اوصل لكامل انا طبعا نفسي اوصل للاتنين بس للأسف مقدرش اوصل للاتنين بكرا الصباح اخلي الخمسين الاول تلاتين عشرين عشرة وبعدين اللي خطوة اللي وراها اخليها اتنين زي العالم فنمرت واحد استبلش اند كونسيدر جولز انا عايز كامل وبعدين قادي الريدوكشن المطلوب ادي ايه من خمسين عايز اخليها عشرين هو المصادر بتاعت الرصاص دي ايه وايه 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 مصانع البطاريات مصانع الجريستال مصانع كذا 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 هل اقدر اقل الامشل بتاعت المصانع دي ياس استخدم تكنولوجي مختلفة وده هيكلف ميت مليون جنيه او دولار اعمل امبليمنتيشن لهذا الكلام انا قلت هستخدم تكنولوجي مختلفة اجل مصنع بطاريات انت هتغير التكنولوجي من كذا الى كذا وده يكلف تلاتة مليون انا هتفع لك مليون ونص والمليون ونص التانية هقصدتهم عليك على ثلاث سنين او كمس سنين زي ما الوضع المالي يكون موضوع بعد ما احط الامليمنتيشن ايس تاني اماليويتم لقيت ان انا بعد ما كنت خمسين بقيت اربعين اكمل اللوب وعيد الشغلة تاني لحد ما او او الالعشرين او الرقم اللي انا عايزه اللي انا قلته ده اسمه موضوع يبقى بحط هداف اشوف الريدوكشن اللي انا عايزه كام ازاي انزل احط خطط اعمل امليمنتيشن اقيس ارجع تاني اعيد الكلام ده طلب لقيه في تحسن يعني مثلا لو قلت قاهرة فيها تلوث اي هشير العربات القديمة اللي امرأة 20 سنة واعملها خردة واديله عربية جديدة عزيله موديل السنة دي الاميشن بتاعتها اقل و اقصت لفلوسها على 10 سنين خمس سنين انا هدف تحسين البيئة فالعربية القديمة بتطلع بمعثات اكتر فاديله ونروح شايف تاني هواء الكهيرة الحسن ادي ايه وافضل اغير ولف من مستوى جودة الهواء الموجودة يبقى ده اللي احنا بنعمله طيب يبقى اللي احنا بنعمله طيب استبلش الاول البرمينت القول how to achieve that evaluation وافضل يلف في اللوب داي طيب ده الموديل اللي احنا بنقدي بتحسين الهواء وده اللي بنعمله انت تقدر لو احتجت تقرأ الفيرزر لينيج اهي اتكلم على اهم حاجة مهمة فيها اي تأثير لما كنا منتكلم على التأثير التأثير ممكن يبقى جنبي حوالي خمسمائة كيلو متر حواليها خمسمائة كيلو الكنتري مصر كلها جلوبال العالم ما انا ممكن اعمل مشروع يقصر على العالم يبقى ليه جلوبال زي معطة طاقة نووية لو انفجرت او حصلت لها مشكلة الاشعاعات يعني مثلا شرنوبل اللي كانت في روسيا قصلت على السويد ازاي الاشعاعات لما طلت لووست المخار الميا اللي موجود في الجو بخار الميا انتقل من روسيا الى السويد منزلت مطر على السويد اعملت اشعاعات على الاكل او الزراعة اللي موجودة لما نيجي نستورد او منزلت شوية في البحر السمك اللي بصطاده خل الاشعاعات منعت استراض التونة من السويد نتيجة التلوث الاشعاعي ده هنا جلوبال يبقى عندي الوكال سكيل الريجونال سكيل كانت سكيل انت جلوبال سكيل دي المحاضرة التانية للتأثير بتاع الهواء الجوي و هنبتدي نزلكوا الشيط اللي هتبدأ تفكروا فيه والاسبوع الجاي هنتكلم علي سمعين يا مش منتسين ايو دكتور جمال طيب اه عدى عنده سؤال اه دكتور هو لا نعم فضل هو انا لو عندي دولة مسلا اه اللي سامتها في الصناعة مسلا واحد في مئين او 10% يعني كده هي مستحيل بتاعها يقل يعني يزيد عن 10% دول يعني مثلا ممكن يبقى بتاعك 5% بس اه ممكن احكينا هذه الحكاية احنا كان عندنا من مؤتمر في باريس المية اه ممكن. بس الموضوع بيبقى صار في فلوس ومعالجة. انا ادك وبالتالي ممكن احنا لو اتكلمنا عالموضوع ده اجد اني راحت امريكا بعد ما كانت في عهد اماما موافقة على الاتفاقية بتاع باريس وكانت هتدفع هظن 26 مليار دولار لتحسين الانفيرومنت بتاعت امريكا راح ترامب انسحب من المعاهدة بتاعت باريس وبالتالي مش هيدفع الفلوس وبالتالي البيئة مش هتتحسن فيها القضية دي انا بقولها علشان انبهكوا اني انا مش الملوس الاول في العالم احنا لما بنعمل محطة كهرباء نصر لما استخدم الغاز الطبيعي بقلل الاميشن عن ما استخدم البترول هدي حاجة بصدق مش نيجة لعما انا بقام اعمل محطة طاقة شمسية انا بقلل الاميشن لما ييجي يقول لي انك انت دي في العالم حاجة اسمها كاربون كريد ايه هي اللي يعمل حاجة تعسن فيها ادي له فلوس ادي له 3-7-10 مليون دولار طيبا للمشروع لما مصر تعمل محطة طاقة شمسية الجهة اللي مهتمة بالبيئة اللي هي المنظمة اه تدي مصر كاربون كريدت 10 مليون دولار تديها 10 مليون دولار كاش عشان انا انا ببسط الموضوع اوي على فكرة عشان انا هعمل محطة طاقة طاقة شمسية هتولد كهرباء لمنطقة اسوان وتخلي الناس بدل ما تعمل محطة طاقة بالوقود تعمل طاقة شمسية اللي ملهاش ولو ذات ادي له فلوس مين اللي هدفع الفلوس دي هنا الفصة بتاعت قريس كانت انه كل دولة تدفع اجزاء عشان تحسينه لما نيجي نقول انه انا عندي مصانع اسمنت انا بكلم على العالم مش على مصر عندي مصانع اسمنت ممكن يستخدم تكنولوجيا ويت ويقلل الاميشن الكلام انه يستخدم ويت ده بمئة مليون مين يدفعه لما يكون الحكومة الامريكية مصانع الاسمنت اللي في امريكا هتديله سبسيديز بدل المئة مليون هدفع لك منهم تمانين يبقى ده هتشكعه على انه يخير التكنولوجيا بتاعه ده ببساطة شديدة اللي اقصده بالكربون كريديت او السيستم بتاع الكلام اللي انا بقول لكم ده حصل مش 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 لسه بيتناقشوا فيه ده حصل واللي منكم يتابع في الجمعية العامة للامم المتحدة اللي بيتم كل سنة بعدها مباشرة بيبقى فيه مؤتمر للارض اللي بيناقشوا اللي انا عمال اقوله ده انت تدفع كام وانا ادفع كام وانت تدفع كام وتديني كربون كريديت ازاي ونعمل ده ازاي والكلام اللي احنا بتتكلم عليه ده معايا اه تمام الموضوع كبير ومعقد اه لا لا مش معقد ولا حاجة انا الحقيقة عشان اكون امين معكم اصرت لي عشان لاني اتهم الدول العالم اللي هي بتقول يا هادي وبتحاول تعمل صناعة بانها اللي بتلوس لها حبيبي انا من الاربعينات والخمسينات امريكا بتنتج ربع ينتاج العالم لمدة دي كلها هي اللي ملوسها مشانا انا بنتج قد ايه انا عندي صناعات سيارات زي امريكا انا بنتج في اليوم مليون عربية لا يعني انا اقصد بيها ان ننبه الى خطور تنزل الكلام الموضوع معقد وبيتمنى في المبارضات طويلة لانه فلوس مين هيدفع اه اه احنا هننزل لكم شيء وان على التيم مؤقتا لحاتب ال ال ام السيستي بيبقى شغال هنزل لكم على الاتنين وهبدأ اتكلم المرة الجاية في الجزء التالت والشيء اوكي ايه باش مانسين طيب اه احد عن السؤال اوكي ماشي السلام عليكم هنكتفل نهاردة بكده والاسبوع الجايني كم نهاردة بكده والاسبوع الجايني كمانسين لكم اشتركوا في القناة